اهلا بكم الاخوة الاخوات ومتتبعين قناتكم مجرد اش نيوز متونا تكونوا بخير وعلى خير معكم دائما اخوكم يوصف الاشومي كحيكم هنا من اسبانيا من سانتندير عاصمة كانتابرية متونا تكون كل شي بخير وعلى خير وتكون امركم زيانة. اه اليوم الاخوان جيت نظر على واحد الموضوع مهم ومهم بزاف. اه كان كنا عرفنا ان نتروح احداث ديال الشغب في ملعب ملي عبدالله بالرباط. اه بعد مباراة ديالكس العرش اللي اتجارت بين فريق الجيش الملكي وفريق المغرب الفاسي. اه حيث ان بعد انتهاء المباراة الجوز الصفر لصالح فريق المغرب الفاسي واقصاء فريق الجيش الملكي من كأس العرش. طروا احداث شغب جد عنيفة بين جماهير الجيش الملكي. واللي حاولوا او المحسوبين باش ما يجيش واحد يقول لك شي حاجة. محسوبين على الجماهير جيش الملاكي. والقوات العمومية اللي كانوا بعد جماهير حاولوا انهم يقتاح الملعب. من بعد من اللي هبطوا جماهير الملعب. يعني اه هبطوا عندهم تادية للمغرب الفاسي وطروا الشبكات. وزيد وزيد. مهمة شي احنا كامل لخلصة القول انه كان واحد الشغب في واحد المباراة. وحنا عارف ان انه افت الشغب كانت وباقى لحد الساعة. هذه السنين وكنا نتفكرون نهار السبت الاسود كما كنت تسميه. نهار اللي ماتوا الناس في المسدراجة والحسيمة. واذا دعوا تني تنطروا احدث شغب في الحسيمة بالويدة والحسيمة. تنطروا احدث شغب ما مرة ما اجوش وجدة وبركان. اه كنت اعتاد الامتلة غير باش ما نحصرش المسألة في واحد لمنطقة معينة. مهم. دبان اخوان انا جيت نظر في الفيديو بخلصة على 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 العقوبات اللي تفردات وعلى الاسباب. شنون اللي كي خليها الشغب يكون. احنا فهمتي. كل مرة كي يقول لك او الدلة. فرق اغسطنات. حينا نعرف ان فرق فرق تنتش كون رابحة. وكي يترى الشغب. وزيد على ذلك العدوات. بعدوات بين الرجال والجيش. ويد الرجال الرجال. ما فهمت نيب. اه الرجال اه هدي. فهمت الفرقات الفرقات. رباط كازا. كازا اقادير. اه اقادير ما عارت مع من. وجدة مع بركان. فاس مع مكناس. مهم. اول حاجة رجعوا للعقوبات. لان من هذك العقوبات نطلقها منهم. غادي نقدرون ندخل نحل له. ونمشوا من المرهل الاسباب. اه العقوبات اللي تفردات. خمسين الف درهم. غرامة الفارق الجيش الملكي. كالايقاء جماهيره. الاسجاء الصلباء. والحجارة. في الملعب. اه تغريم فارق الجيش الملكي. مبلغ عشرين الف درهم. لاستعمال جماهيره. الشهوب الاصطناعية. وايقاف جماهير الجيش الملكي. اه لطيلة مباريات البطولة المتبقية. اه داخل الملعب. يعني غادي تلعبون ما تتون ويكلو. ومنع جماهير هذا الاخير من تنقل المباريات. المباريات فارقه. لتجرى براء الميدان. ديالو. اه توقيف فارق المغرب الفاسي لمبارتين نفيدتين. اه بدون جمهور. اه اه تغريم فارق المغرب الفاسي مبلغ خمسين الف درهم. ليرمي جماهيره. اشياء صلباء داخل الملعب. داخل ارضية الملعب. تغريم فارق المغرب الفاسي خمسين الف درهم من اقتحام جماهيره ارضية الميدان. تغريم فارق المغرب الفاسي عشرين الف درهم. للاستعمال جماهيره الشهوب الاصطناعية. وانتز واحد نتقالها. لالتغريم فارق الجيش الملكي كافة الاضرار للحقات المجمع. الامير مولي عبد الله على اثر الشغب. لابا اخوان السؤال. السؤال المطروح. اه هاد العقوبات واش كافية? واش كافية لهاد الافعاد. راح يجب ان تكون حواج خراه. راح يجب ان تكون عقوبات على الاشخاص. مااشي على النادي. لان 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 انك واحد مسألة. را لكي ديت الشغاب را ماكهم على نادي الاول وراش يبغي يهررس واذا بدك جيس كنان ما مصوق شو ما هو فرقته من الأعباء أو ملاعبات أنا لا تتدرد أن تدرد أن نتدرد الجمادل والجمادل يتسابقه لا تتفرض على الوداد ولا على الجيش ولا على الفاس لا تتفرضه لا تتفرضه على النادي لا تنسى ما يدرد شاء الله لا تنسى ما يدرده أو يدرده وتلقيه بحاله كأنه يدرده ويتفرض به ويعود إلى ذلك لأنه ما يهموش النادي. هذه من جهة الجمهور. يعني يعني العقوبة ديال ان تتلعب ماتات بلا جمهور عقوبة غير 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 رادية. عقوبة غير رادية. لاننا عشت الناس حال ما الماتات تلعب قوي كله. آآ مئات الماتات عفوا. تلعب قوي كله. من اللي بدأت هذا النظام الجديد للجنة تأذيبية. وما تتبيضون جمهورية للشغاب. من اللي بدأت. وشا عمرتم تشو تحاجة تغير. ما تغيروا. ما تبدلت تحاجة. ده برد رجعوا الاشياء المادية. المادية يعني المصاريف المادية التي تفرط على الفراق مثلا. العقوبات المادية عفوا. آآ الجيس الملاكي غيخلص يعني آآ اتناصر مليون مغربية. ومغريب فازي غيخلص اتناصر مليون مغربية. ما غيخلص تهي واحد من انظر كل ما كانوا يداره الشغاب. غاي خلصن نادي. اي خلصن نادي من الف لا formula. خلصن نادي من الفلاوث. وما دار او وذا تصديدنا ك متل قليلا لخبلة شجائز també enfocar ن非جوا. روي ما كيهاموش ووه النادي. الروي ما كيهاموش النادي. وشو غاي قدا غاي غاي حيدوا لي يدحان apprenticeropsلهم غاي حيدوا من جيبو لا غاي حيدوا لي من جيبو. ولا مثلا ناد المغريبي فازي مثلا وشو ومنهم يدخلهم بشكل ناوذي الصغير الان يخلص هذا النوادي يشد الكاميرا في وجهه يدير ذلك الشيء يشد الحبس يعطيه واحد العام والعامين ويشده غرامات ويجمعون كاملين الذين يشدوا في الكاميرا يدير ذلك الشيء ومن الذين يخلصوا ذلك الخسائر بزمنهم كلهم سينو يدوذوا حبس كاملا لأنه شوف لابقنا نفرضوا واحد الغرامات على واحد النادي ما ما غيرتغير واله احنا حالين بقنا نشوف واش تغير تاني حاجة بغيت نتطرق لليه مهم بالزات علاش تي الدرج علاش تي الدرج الشغب علاش عارتوا علاش من اللي والأساد أساد بالعظمة دياله والأساد بالقيمة دياله داخل المجتمع كيت تضرب بالزرواطة صافي سألينا ما بقىش هادراب هادي بوحدها كافية سبب كافي بلا ما بلا ما نزيدوا شو واحد يقول لي يكدع لا ما كايش دور الشباب ما كايش دا الأساد من اللي والأساد كيت تضرب ولا الأساد كي يكل العصاق ولا الأساد لأنه مجرد أنه طالب بحقه كيتحاكم وكيتشد في الحبس ومع عارة شنو راح صافي سألينا لأن هذا الدرج صغير راح الأساد هو القدوة دياله الأساد هو القدوة دياله هذا الدرج صغير الأساد اللي كي يكونوا وكنا عارفا أننا كاملين دوزنا في المدارس ديالنا تتمل دوزنا مع والدينا راميك تدرس سنين وانت في مدراسة انت في مدراسة حتى تدرس 17 عام تدرس لبعك ومن مراهج تدرس لفعك وكتدرس لفعك مع عارف حال وانت مع الأساد علاقتك بالأساد علاقتك العام الحياة التاملة مرتبطة بالأساد حيث اللي كتبنا فيها الشخصية ديالك الأساد هو اللي يكونك الأساد هو اللي يربيك الأساد هو اللي يعطيك لمبادئ في هذه الحياة من أنك تشوفه قدوة أنا في صغيرك أساسي هذا قدوة صغيرك تبغي أن نكون أساد أنا تبغي أن نكون أساد لأنه كنت نشوف الأساد كنت نشوف مستقبلي في الأساد كبلي الأساد أنه يقرره وموحة المهمة بله وكيسميته وكنت نقول أنا أه أه أنا بغي أن نكون أساد أنا صراحة تنشوف بلت واحد المسألة دباء حاليا الأساد لا تبقى أن تحتارم صراحة تتلاقى مثلا أساد أساد غدا في الطريق كيف يستلمي الدراك يعير هو يزيد فين عمرت أنت مسألة فين عمرت أنت؟ أنا أعطيكم هذا أنا أحد شخص لحديث في هذه المسألة ديالك في الدراسة يعني يلا شديد الباطر ديالك في 2019-2018 شديد الباطر فين عمر الأساد كنت تعير أنا بعدها صراحة ما أمري أن نجرأ على الأساد الصغري في الإعداد ديالي ما أمري أن نقدر ندير أي حاجة نقدر نتاب مع الدراري ندير شام حاجة وما أمري ما أمري ما أمري ما وصلت للدرجة أني نسب الأساد ونعي الأساد لأنه عنده واحد القيمة في المجتمع عنده واحد القيمة أستاذ علشان هو أستاذ أستاذ لكن أكيد تعتبر من 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 الأساسيات ديال البناء المجتمع ديال البناء الأجيال جينتا درب الأستاذ قدم 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 لعالم كامل ركسافي رسالينا ما بقواله ولا واحد مثلا مع حتيرها مات للشرطة أنا أريد أن أقول لأحد هادراء خفت تفهم غالطة مع حتيرها مات للشرطة أو جميع الأجهزة الأمنية واذا تعتبر من البوليسي الذي يضرب الأستاذ تكون قرره من يكن الصغير وكونوا كونوا الأستاذ هذا الكوميسير كونوا الأستاذ أي واحد في المجتمع دائز من يد الأستاذ وتضرب الأستاذ وتهمش الأستاذ وتقطع الأستاذ أستاذ لا يريد أن يكون من المقدسات اللي لا تتقعش أستاذ تكون من الحوائش اللي لا يريد أن يتم التهميش ديالها نحن لابد أن تتلاحوا فيديوهات أساسية تتعنفوا أستاذات تتحرشوا بهم الناس كيف تتبليل الأستاذ دائزة كيف يستبها فإن عمرت شيئان في البداية للألفينات وفي التسعينات والثمانينات أنا صراحة أي أستاذ يدير معي اللي يدير يقدر أن يكون خيب معي يقدر أن يدربا أو أنه ي promises أست Anita وأستاذ خصوتي reactions يمكننا التناقش معك مواضيع في المستمع تناقش معك مواضيع كي يقررك يتكتب ويوريك كل شيء من الذي يبدأ تتتقف تتتولي شخص مثقف فالإخوان هل تعرفوا واحد مثال إذا صالوا حال التعليم صالوا حال المستمع لأنه لا التعليم كان مزيان هذا الأستاذ اللي بشي يعلم الدراري غادي يكون مرتاح وتدراري غادي تعمل معه بوحط طريقة مزيانة عاجي واحد يقول لا رات الأساسي دا ولا وورا الأساسي دا لا يمكنش انتج درب أستاذ وبشي يقرره وتخير أستاذ مضروب وجاي عندك يقررهك باش من النفسية غادي يجي يقررهك بأشمن نفسية وبأشمن وبأشمن مورال وبأشمن شنوق بأشمن شنوق فالإخوان رجاء رفقا بالأساسي دا دياننا رفقا بالأطور التربوية دياننا رفقا بهم الإخوان وكنتمنى من الحكومة تشوفش حل عاجل لأنه كافة والأستاذ رخصي يكون مرتاح ذهنيا ومرتاح جسديا ومرتاح ماديا باش يقررهك رغانا في أوروبا رغانا في السبنية رغانا في السبنية التعليم والتربية تعليم والتربية حدث على الأستاذ وعاد حاجة أخرى يتوفر له مسائل ما يبقاش ضيع في الزنقة ما يجريوش يتكون من الصغر رجعوا للأطور التربوية لأنه يجب أن تهلوا في الأطور التربوية ونكونهم مزيان باش يكونوا النمو الشمع صالح دري لاخر جمال المدرسة يجب أن يدير حاجة أخرى يدير تكوين هنا راهد دري هنا في أوروبا را أبليجي أنه يقرأ تجدر 16 عام تجدر سعيب شي يخدمون يدب الراس وخيكو ما يقرأ سمزيان أبليجي عليه يقرأ داروري داروري يقرأ ماكيش حاجة ماكيش داروري يقرأ تفوت 16 عام داروري يقرأ من اللي كي دير 3-4-2 يقرأ داروري وخيكو نجليجا داعنا وخيكو نجليجا داروري يقرأ لأنه القراية هي كل شي يجب أن يكون يجب أن يكون لأن الأستاد يقرأ يقولون دار عافلان هذه خيبة كل شيء يطلع على الأستاد الوالدة كانت تتلقى مع العشية مع الأستاد العشية وكانت نأس مع العشرة والصباح مع التمرير كانت تقى مع الأستاد تلسة العشية وخصخص ملاعب القرب را ما لدينا ملاعب القرب الأول باش نكونوا متشافقين را ما لدينا الأول ملاعب قد تلقى شدن عليه الصف باش يلعبوا فيه الداري خصنا التققير ديال دار الشباب دار الشباب مشوت ملقى ناش نسمع عليها تحديد أن كل شيء تقول اه كنتي بغت تشيل البيستي بحيث أن تدخل تختم في الانترنت في البيستي في شحالة ديالي في 2007 2008 تشيل دار الشباب تتقييد باش يمشي تماية وتريح في البيستي بغيت تشيل البيستي بغيت تلعب في دار الشباب بغيت تلعب في دار الشباب أي حاجة هنا في دار الشباب المصرح ده بوال ودار الشباب ما بقى تصير طلو لدار الشباب كون فيها تلقى هذا التيران كون في دار الشباب يقصروا فيه مثلا دار الرجال ولا مثلا الموظفين يقصروا فيه تمامات شاعة ولا بالليل ما كان تشي واحد في دار الشباب خاصة المدرسة توجه المدرسة الداري أجيو أشكروا بغيت تقيد فهذا المسألة هاد الارتيفيت فالاخر ديال السيبانة باش بنادم يوعاق فالإخوان الأخوان تماشكر الرسالة وصلات تحياتي لكم ما بقى لي إلا نودعكم وكان نتظر منكم على هذا الطريق الفعالي ديالي ما كان نفاعل في هذا المواضيع فتحياتي لكم ما بقى لي منظيف نتمنى تتقبلوا مني التحايا كان معكم أخوكم يوسف الاشتومي نقاتلكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته